القول الرابع في المسألة بعد واضح مما تقدم القول الرابع في المسألة أن كل إنسان فهو ماذا فهو طاهر حتى لو كان مشركا بل حتى لو كان ماذا ملحدا والفرق بين المشرك والملحد واضح فإن المشرك يؤمن بوجود خالق ورب وإله إلا أنه يشرك معه ماذا غيره كالثنوية مثلا أما الملحد فهو ينكر وجود خالق وإله ورب ونحو ذلك إذن القول الرابع عزائي من الأقوال السابقة اتضح ما هو إذن القول الرابع يقول الإنسان طاهر سواء كان شيعيا أم لا يعني مسلما شيعيا أم مسلما غير شيعي خلافا للقول الأول مسلما كان أم لا خلافا ماذا خلافا للقول ماذا للقول الثاني كتابيا كان أم لا خلافا ماذا للقول الثالث الثالث إذن الآن إلى هنا اتضح لنا طبعا بعد ذلك لا بد أن نكون لا بد أن نبحث إذا أريد أن نبحث أدلة القول الأول أيضا المقام يطول ولكنه نحاول أن نبحث أدلة ماذا ها القول الثالث وهو أنه أساسا يوجد دليل القول الثاني والقول الثالث هذا هو عزائي البحث الثاني